شفت هذا الشخص قاعد يروض الأسد أشوفهم هنا أشخاص يريدون أن يفرضون سيطرتهم عليك يملكون عليك شيء تكون دائما محتاج لهم بسبب أنه مسكوا عليك شيء في محيط العمل يتصرفون أنهم قاعدين يساعدونك ولكن يدخلونك في متاهي ومشكلة عشانهم يطلعونك منها لو كان مثلا في محيط الدراسة هؤلاء الأشخاص يعطونك الأجوبة أو يهمونك بأجوبة خاطئة عشان بعدين تريد تحتاج لهم يدخلونك في نوع من الدوامة يريدونك دائما أن تكون محتاج لهم نحن نعرف برج الجدي من الأبراج الأكثر الاستقلالية اللي بالعكس الناس يعتمدون عليهم هم لا يعتمدون على الآخرين نزيل نوضح أربع الأخصان عشرة السيوف كأنما هذا الكرت قاعد يقول لي أن أنت منتبه في محيطك العملي حتى إذا كان عندك مثلا بزنس أنت مريت بالكثير من الصدمات الخبرات التجارب أنت هالوقت اللي برج الجدي فيه كان غير ناضج وغير واعي أنت جدا واعي وأن كنت تتصرف بشكل عفوي لكن أنت جدا واعي عندك الخبرة اللي تحتاجها ملكة الحكمة التجارب المؤلمة هني هي لخلتك تصل أو ستصل إلى مستوى ملك الأكواب طاقة الملك ليست بالشيء الهيين ليست بالشيء الهيين ليش؟ خصوصا هني لما يكون الملك ذكي عاطفيا الماء أيضا يرمز إلى الذكاء العاطفي لما يكون في أشخاص أعرف أن يضمرون لي شرا ولكن أستطيع أن أتعامل معهم لأن هذا هو الشيء ذكي أستطيع أتعامل معهم على أساس أني ما أعرف نيتهم أتجاهل نعم يا برج الجدي التجاهل هو الحل الأفضل لك من أجل أن تأمن شرهم وفي نفس الوقت تتحقق لنفسك هذا النمو أشوفه هني جدا جميل نمو مادي ولكنه جدا ثابت بشكل يومي بشكل شهري بشكل سنوي هاي النوع من التطورات المادية اللي رح تأتيك في الطريق ما تتوقف وما تنقطع تكون صغيرة ولكن ثابتة نوضح آخر كرت ملك الأكوار أو مشكلة عشرة الأقصان كلها نهايات كلها نهايات أشرة الأقصان معناته راح هني شوف مو قد لك انا راح تكشف نواياهم لفترة ما انت كنت كأنما تلوم نفسك في وضع عندك في العمل في وضع عندك مادي قاعد تلوم نفسك لان التطورات فيه ليست كما يجب هذا في الماضي ولكن انت حين ستمر بمرحلة تكتشف فيها الحقيقة تكتشف هني الحقيقة ايضا الشمس تكتشف الاشخاص على حقيقتهم تعرف فهني راح تطلع والحمد الله من طاقة اللي تلوم نفسك برج الجدي كثير التفكير لما في شخص يزعل منه او اهو يزعل من شخص الظل يعيد ويزيد ويفكر ويفكر وما يتوقف عن التفكير وهو يسمونه دائما البرج الترابي اللي يتصرف كبرج هوائي طاقة العقل وهذه طبيعتك دائما انت اللي تحمل المسئوليات ويعتمد عليك ولكن في الفترة القادمة ستتحرر او على الاقل ستتوقف عن ان تلوم نفسك لانها ما قدرهني احسك ستدرك ان انت ما تقدر تتحكم بنوايا الاشخاص ما تقدر تتحكم فيه اهني طاقة برج الاسد هي طاقة التحكم الشخص يروض الاسد من اجل ان يتحكم فيه ما تقدر تتحكم بشخص ممكن برج هوائي ادركت ان ما تقدر تتحكم فيهم فرح تتقبلهم على طبيعتهم سواء الظاهر منهم وايضا الباطن من نيتهم طاقة جدا جميلة طاقة تقبل الواقع واضل اركز في نفسي اضل وان كنت عند الكثير من المسئوليات المادية انا عارف ان الاموال القادمة في طريقي رح تساعدني رح تأتيك مساعدة ما رح تظل تحمل هذا الحمل لفترة طويلة لوحدك رح تكون الاموال كأنما تخفف عنك هذا الحمل شيئا فشيئا العشرة هي دائما النهايات وصلنا الى رقم النضوج ومستعدين الى البدايات الجميلة الجديدة رح ننتقل الى القراءة العاطفية طبعا هذا القراءة العاطفية رح تكون عامة مش مخصصة مثلا لمرتبطين او منفصلين واتمنى اني اسوي لكم ان شاء الله قراءة عاطفية مفصلة في شهر يونيو غير عن هذه رح ننظر هنا بشكل عام الى وضعك العاطفية برج الجدي هل هو كما وضعك العملي فيه نمو فيه تطور فيه تقبل وانكشاف لحقائق او الكرت العالم اما انت او الشريك الشريك ما يرغب بالرحيل عنك ولا انت حتى ولكن فيه رغبة هنا للسفر رغبة قوية طبعا كرت العالم يتكلم دائما عن ان احنا نختم مرحلة معينة بنجاح وفيه اربعة الابراج الرئيسية برج الثور برج الاسد برج العقرب رمزهني النسر ولكن هذا هو برج العقرب وهذا برج الدلو احتمال انك تتعامل مع شخص من احد الابراج الرئيسية اللي بعدها عشرة السيوف شريكك مش انه استسلم او انه متمسك يحتاج الى مثل العطلة عطلة يفكر فيها عطلة مخطط انه يبتعد من اجل ان شوي يرتاح او يكتشف كأنما لانه اشوفه هني هذا الشخص حاول ان يتفهم معاك يتواصل معاك ولكن ما وصلت الى نقطة التقاء في وجهات النظر ثلاثة السيوف مرة اخرى في مصاعب في طرف ثالث من جانبك او من جانبه هو اللي مسبب هذا الالم او هذا النوع من النهاية فما بقول لك هني النهاية لانه قلت لك هذا نختم مرحلة معينة نختم مرحلة الالم وعدم التفاهم مش معنات انه ما في طريق لك في المستقبل معا هذا الشخص ملك الارض هذه هي طاقتك اشوفك هني كأنما عندك شوي نوع من اهو لافقة ولا انه حتى تمني عندك احساس داخلي قوي اذا كان موجود هو صحيح اذا ما كان موجود فانتبه لهذا الاحساس عندك احساس ان هذا الشخص مهما بتعد مهما انفصلته مهما هو انه الموضوع بسبب مش قادر يتحمل مصاعب العلاقة ولكن سيرجعلك في شخص دائما مهما ابتعد في رحلته وانتقل الى بلدان عديدة انت على باله مجرد يريد شوي ان يأخذ متنفس خلا نقول ورح يرجعلك وانت واثق اهني اشوفك تضحك تعرف انه بينك وبينه فيه فيه تواصل غريب عجيب انت فاهمه وهو فاهمك حتى لو ما كان فيه بينكم تواصل حالي اربع الاخصان هل قاعد تخطط للارطباط او تحاول ان تراضي اذا انت كنت الرجل فالطاقة لك انه تحاول تراضي الشريك عن طريق ان تفتح موضوع الالتزام الارطباط الزواج نفسه اذا كنت انت الجدي المرأة فاشوفهني طاقتك الطاقة تقولك ان هذا الشخص مهما ابتعد عندك طير عندك شخص يحب الحرية عندك شخص يحب انه اي نوعي يتجدد ما يظل مستقر انت هنا عندك طاقة الاستقرار ابقى في مكاني انتظر الشخص هو يرجع لي هذا الشخص اشوفه مسافر او يريد مخطط انه يسافر اوكي ومشغول في نفسه حاليا ولكن اعرف انه الاساس اللي تملكه انت جدا مغري بالنسبة لك انت تجذبه تجذبه وشلان تجذبه هذا الشخص عن طريق استقرارك طاقة الدفع طاقة الحنان طاقة اللي انا رح اظل موجود من اجلك وما رح اصدك يوم من الايام لان دائما ملك الارض هو الشخص المعطاء اللي ما يرفض لنا طلب اللي يعطينا الغالي والرخيص عرفت فعطائك اللي محدود هو اللي رح يكون يخليك مختلف في نظر الشريك انزين من اجل انه في النهاية دائما رح يرجع لك كأنما هني اشوف الطاقة برج الجديش قلت لك انت اللي تتحمل العب عندما يفشل الاخرون في حملة فهني لما هذا الشخص الغريب العجيب ما حد قدر يتحمله رح يكتشف هذا الشي شي بطريقة الخاصة ما حد يقدر يتحمله غيرك انت رح في النهاية يتذكرك تجي على باله ويرجع لك رح حين نوضح الكرتات ممكن انك تتعامل مع ميزان ايضا هذا الشخص دائما يبحث عن فرص افضل اللي تتعامل معه شريكك دائما مش فقط يبحث عن فرص افضل دائما يعتقد ان عندما يرحل رح يلاقي شخص افضل علاقة افضل زواج افضل عطاء افضل على الجانب الاخر اوكي ولكن رح يتعلم او يعرف الحقيقة بالطريقة المؤلمة هذا الكرت ايضا انقلب فارس الارض كأنما ايضا هاي الطاقة اشوفها تختلف باختلاف الجنس اذا انت الجدي المرأة فالشريك رح يكون مستحي من تصرفاته الماضية معاك السابقة ورح شوي شوي يحاول ان يتقرب منك بحذر من دون ان تحس حتى بخطوات تجاهك اذا انت كنت الجدي الرجل فكأنما انت هنا احس ان شريكك هو اللي وضع رجلة على الارض وقال لك اذا الامر ما رح تمشي حسب تقديري حسب مزاجي حسب اللي مفروض ما درش لون هذا الشخص يريد ان تمشي الامور بطريقة الخطوة اذا الامور ما رح تمشي بطريقة الخاصة لان انت يا برج الجدي نعم تملك الكثير وعندك استقرار ولكن ما تعطيني كفاية وقت جهد ما تعطيني كفاية اما تصير الامور حسب مزاجي اما اني هذا الشخص يقول لك رح ابتعد جهد خلنا نشوف ثلاث سيوه عشرة الاكواب اشوف ان اللي بينكم زعل زعل ومختلفين على حقيقة المشاعر اللي بينكم الاكواب هي طاقة المشاعر اهني لما اشوف الاكواب مصفوفين كلهم فوق معناته مسمى العلاقة عندكم اختلاف على اجراءات العلاقة حتى يعني لو كنتم حتى متزوجين تختلفون على اشياء تفاصيل خصوصا شريكك يدقق فيها وهذا تكون سبب الزعل والانفصال والمشاكل مثلا اذا انتو في علاقة هذا الشخص ياخذ كلامك بحذافيرة لو قلت له مثلا احنا اصدقاء يزعل ممكن ايضا للعكس هذا الشخص او هو اللي يقول لك احنا اصدقاء انا لا اريد الارتباط انا اريد ان ارحل اسافر اعكس الطاقة ولكن اهني اشوف مسمى تختلفون على شلون تسمون الاشياء شنو نوعية العلاقة شنو نوعية عطائك انت له او عطاء حتى هو لك اذا كان هو الرجل خلا نشوف كارت ملك الارض الكوب الاول هذا الشخص يشوف انه انت مثل ما قلت لك عندك القدرة على العطاء ناضج تملك الاموال ملك الارض عندك الاستقرار وتقدر تعطيه ولكن ما يحس انه انت انت هنا قاعد تعطيه حب مشاعر هذا الشخص يقول لك المشاعر ما اقدر امسكها في يدي طاقة الماء ما تنمسك في اليد ابي شي ثابت مستقر ابي كلمة ابي وعد ابي انك فعلا تتقدم لخطبتي ابي تثبت لي انه انت تحبني بطريقة جادة نتزوج نرتبط تبتدي تتسوي الامور او ترتب حياتك على حسب احنا شلون نتفق تعاملني كشريكة تعاملني كشريك ما تخبي عني الامور تشركني في حياتك هني نتكلم عن الشراكة نفسها شلون قاعدة تصير هذا هو سبب الاختلاف ولكن مثل ما قلت لك هذا الشخص احس انه مهما بتعته عن بعض في النهاية بينكم طريق وانكن في المستقبل اخر الكرت هذا الكرت سقط هذا الكرت طبعا بدون اسم هني تقريبا صورته تشابه صورة طاقة السولميت توأم الروح ولكن العدد الطيور اللي موجود فوق سبعة سبعة هو رقم الانتظار مثل ما قلت لك بينكم طريق في المستقبل بينكم قصتكم هني لم تنتهي لم تنتهي لم تصلوا الى خاتمة القصة او الحكاية ابدا توكم في بداية الطريق اشوف انه بسرعة يعني ابتدت علاقتكم بسرعة انجذبتوا لبعض ولكن من دخلتوا في العلاقة بسرعة ايضا تكركبت الامور صار في اختلافات كثيرة بينكم على شلون تمشي العلاقة بينكم واحد مثلا نقول للثاني انت ما تتصلي كفاية انت ما تهتم كفاية انت ما حسك جاد معاي كفاية انت جاد في الحياة جاد في الاموال ولكن مش جاد معاي اهني في النهاية في التقاء في طريق ولكن عندنا سبعة سبعة معنات ان الامور رح تأخذ وقت عشان تمشي حسب مزاجك ومزاج الشريك قراءة جدا جميلة يا برج الجديد خلا نشوف ما هي الاقبار القادمة في طريقك مثل نتائج الفحوصات مقدم على قرض مقدم على مشروع نطلب الحصول على تأشيرة من اجل الهجرة حاول نشوف اول كات ملكة السيوف دلو ميزان جوزا تسعة السيوف ثمانية الاكواب الخماسيين ملكة الاكواب ملكة الاكواب ان تحصل منه على الموافقة هو شخص ظاهرة جاف ولكن داخل انسان مخذول انسان مخذول هنا يقول لك انت اللي لازم تاخد طاقة ملك الاكواب انت اللي لازم تستوعب هنا يقول لك لا تحكم على الشخص بمظهرة انت اللي لازم تستوعب مع من ومع شنو قاعد تتعامل يعني مثلا لو قدمت على طلب الاستمارة نفسها طويلة الاشتراطات نفسها معقدة ولكن اذا جيت تنفذها رح تلاقي انها سهلة اذا جيت تقدمها رح تلاقي في تعاون رح تلاقي في تعاون الامور ليست كما تظن الامور اسهل مما تظن من ناحية الامور اللي تحاول ان تقدم عليها نعم في الكثير من الاشتراطات لدرجة انك هني قاعد تفكر في الاستسلام ما ينفع ما ينفع ما ينفع ساوي شدي ما ينفع ساوي شدي ولكن يقول لك لا عليك فقط ان تبتدي تاخذ جرب حتى على الاقل جرب من اجل التسليئة لا تاخذ الموضوع جد فقط جرب انك تقدم او تقبل على هذا الشي اللي ان تريد ان تحققه اقبل عليه النتيجة رح تكون او الحل لمشكلتك الرد على طلبك رح يكون جدا اسهل مما تتصور هنا عندنا الملكة الشكاكة ننزل تعتقد ان هذا الشخص هؤلاء الجهة رح يطلبون منك الكثير نعم ولكن اثناء المعاملات نفسها رح تكتشف انه في طاقة تعاون من جهتهم وان كانوا هني شكلهم جاف في تعاون من جهتهم هني كأنه ما يملكون سمعة سيئة ولكن بالعكس لما تتعامل معهم رح تلاقي انه في تعاون من جانبهم وفي حتى استثناءات رح يسوونها من اجلك انت معاهم بغض النظر هم شلون يتصرفون مع الناس الاخرين ولكن معاك انت بالذات رح يكون تعاملهم جدا مرن ترجمة نانسي قنقر